أمس كانت قد بدأت الأخبار تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول السيدين الثلاثة الذين خرجوا من أجل السيد تتواجدين مع عائلة أحدهم ما هي المعلومات المتوفرة لدى العائلات فيما يتعلق بعملية البحث وما إلى غير ذلك صباح الخير زميلة أحلام صباح الخير لكل مشاهدين قناة النهار نعم كما ذكرت اختفاء ثلاث صيادين منذ اليوم الأول لعيد الفتر أي حوالي أربعة أيام لحد الآن لم يظهر لهم أثر ولا معلومات صيادين خرجوا في رحلة البحث كذلك عن السيد كالعادة دائما يخرجون في هذه الرحلة منذ ثلاثة أيام وصيادين لم يظهر لهم أثر الصياد الأول يسكن هنا ببلدية هراوة بمعمرية وصيادون الآخرين ببلدية بدواو البحر أيضا عائلة الصيادين الآخرون متواجدون هنا بهذه بهراوة يعني بمنزل الصياد الأول المدعو معمري محمد يحضر معي الآن أب معمري محمد هو محمد معمري لتفاصيل أكثر حول هذه الحادثة صباح الخير سيدي صباح الخير سلام عليكم يعني سيدي هل كان تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه الأحادثة أو ربما كيف كان محمد صباح العيد قبل خروجه في رحلة الصيد على ساعة الخميسة مساء كما عوايد دائما كان معقب معنا رمضان لبس عليه مكوالو معنا يفطر ومالف يخرج يصيد ذلك النهار العيد العشية قال لك أنه رح نصيد شوية وخرج راح المهم راح سنينا سنينا معه شوية رجع ما نفهمنا شوش كاين نا مهمنا ديكرايرنا نا للمارين ذاك حوسوس كيباري قال لك حوسنا عليه وما لأعرف ما زال ما عندنا حتخبر هذا من اللي خرج للنهار العيد في الليل سنينا ما زال ما مرجعش يعني بالنسبة للمحمد هل مالف يعني عودكم على مثل هذه خراجات يعني يخرج صباح بيولي في المساء عادي لا فمالف يخرج يصيد في الليل أيضم مالف يصيد بالفيزيار بون يعرف البحر مليح كي هو كي سحابه مالف يخرجون ماشي الولاد الصغر وقع في البحر هنا وليد البحر هو وعلى باله يعني الأصدقاء اللي خرج معهم في رحلة الصيد هم معاودين يخرج معهم دايما؟ نعم معاودين ودايما الاصحاب ودايما كيف كيف أولاد فاميليا ويزوروا بعضهم بعض البحر دايما كيف كيف ما من الخدمة يخدموا كيف كيف تسمى البحر داييرينو هكذا برك الزيادة يحاوسوا ولكش ما يصيدوا هكذا هذا مكان وماشي عويدوا عويدوا يخرج يجي مكانش ما عندنا مشكل من صغرهم ما عندوا حتى يعني حاجة في راسو حاجة أخرى أو اللي ديرها أو اللذي بالنسبة لحراس السواحل أو مصالح الحماية المدنية هل تم إخبارهم ليباشروا عملية البحث عنهم؟ نعم نحن ديكلارين اللامارين في لابيروز وعلى بنا وخرجوا وشفنا لزيليكوبتر داروا وحوسوا وما ما زال ما عندنا حتى خبر المهم ما عندنا حتى إشارات حاجة للدل يعني كشوين راهم ولا غرقوا ولا يجوا ما عندنا والو عليا محتى خبر كذلك زميلة أحلام يحضر معي عم كانون الذي اختفى أيضا هو في الذي غادر ميناء سيركوف في رحلة الصيد يحضر معي عمه أيضا مساء صباح الخير سيدي السلام عليكم سيدي هل كانت تفاصيل أكثر يعني شفناك أنك متواجد يجد من بلدية بدواء البحر إلى هنا إلى هراوة يعني أي لقل ليعطاء صوتك لقناتنا هل تبشر مصالح الحماية المدنية وأيضا حراس السواحل عملية البحث عن المفقودين الثلاث يعني احكينا أتفاصيل أكثر حول مغادرة عائل تكنتايا بشيروح في رحلة صيد هذا أنا عندي هذا أولد خوية حمزة كانون حمزة يعني هو يسكن في بودوه بصح مربي هنا في معامرية اسم مريد معامرية يعني هو صيد ماهر هو مجنين الصغره هو يصيد هنا في البحر من يكن في عمر عصني ويصيد خرجوا البحر نهار العيد خرجوا مور العصر المفروض غدوا من ذلك يدخلوا على الساعة العاشرة ولحدش كما دخلوش تقلقنا عليهم ونبحثوا رحنا البحرية تعتمنتها في استعاد العاصمة بلغناهم درنا البي في تاعنا عودنا ولينا عندهم يعني قال لك بلي خرجنا وخرجوا لي باب ورتوعنا وكامل بصلاح ما عنا حتى خبر أي خبر ما عنا قال لك ما لقيناهمش ونحن نطلبهم السلطات يعني يعني يكثفوا يعني هذا البحث عليهم خطرهم عندهم بزاف من اللي خرجوا وراني من رابع ولا يعني يعني رانا فقدين الأمل على كل الأمل عن ربي سبحانه ولكن السلطات يعني كين تقصير ماذا بني عودوا يخرجوا يبحثوا عليهم يعني كما ذكر أب محمد أنه الصيدين تداتهم أصدقاء يعني مد ومدة ومقاربين للعائلة يصحاب صحاب رام كي الخاوة سلتم مع أمر محمد هذا وكالي الحمزة هذا صحاب كان واحد معهم في بودو ومشي مالفرح معهم أول مرة بصحاب وزوج يعني من بكري صحاب يعني أصدقاء يعني كي الخاوة يعني صيدوا هذه الهوية تحهم يصيدوا وما لبس بهم عندهم الهوية على الصيد هذه هي خصائر راحة ومهارين في الصيد لكن ربي عالم نطلبهم يعني ونشكروا يعني بزاف يعني الأهل الحي راموا خفين معنا الحمد لله ونطلبهم كثرة دعاء يعني كثرة دعاء يعني دعاء واليرد القضاء وإن شاء الله يكون في آخر إن شاء الله نذكر زميلة أحلام أن الصيدين الثلاث خرجوا من ميناء سيركوف بعين طايا يوم عيد الفطر المبارك يعني أول أيام عيد الفطر المبارك على ساعة الخمسة مساء ولم يظهر لهم أي أثر لحد يساعة وعن مصيرهم كذلك كما قال الأب والعم أن مصالح الحمال المدنية وحراس السواحل في رحلة البحث عن الصيدين الثلاث أكيد سنكون في المتابعة لهذه الحادثة في نشرتنا الإخبارية اللحقة كيف فقط سارة نودماري فتعمار هؤلاء الشباب الثلاث سارة هل أنت في الاستماع نعم زميلة أحلام نعم بالنسبة لأعمار سيادين الثلاث الذين خرجوا وإلى غاية اليوم لا توجد أي معلومات عنهم يعني الكبير فيهم في عمره 35 سنة يعني أغلبهم يعني في ثلاثة شباب وليمظهر لهم حقيقة لحد يساعة إن شاء الله أخبار خير إن شاء الله لتكون العائلات السيادين ثلاث سارة أجعود مفادة تلفزيون نهار على المباشر كنت معنا نشكوك النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر انستجرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر انستجرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر انستجرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر انستجرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا ترجمة نانسي قنقر